كان لكاميراتنا لقاء مع بعض نجوم المنتخب الوطني اللعبة كلها بتتمرن بجدية كله مستعد بطولة صعبة مستهلة وميزة من البطولة على أرضنا والجمهور يبقى معنا ده بيدينا دفع طبعاً قدام وإن شاء الله نقدر نحقق هدف شعب مصر وهدف الهدف بتاعنا طبعاً نحن ناخد البطولة ونوصل للمبيد إن شاء الله طبعاً احنا هنا مصراحة يعني اللعبة كلها مركزة ويعني الجهاز كله اللعبة محدش بيبقى لحد في حاجة في الملعب فكلنا مركزين بإذن الله كله قفل على بعضه كابتن شو الصراحة قفل علينا واللعبة هنا كلها أحسن حاجة في اللعبة هنا كله بيحب بعضه فده يعني يدى عمل كبير اللحن إن شاء الله نزل بشكل كويس وإن شاء الله عايزينهم في ظهرنا وبإذن الله مشا نغزلهم يعني ونعمل حاجة بإذن الله البطولة دي على ملعبنا وبتودينا لأولمبياد توكيو 2020 فعني نفسنا يبقى فيه تواجد جماهيلي كبير وإحنا إن شاء الله يعني مستعدين بشكل كبير للمواطش اللي افتت أحد الدمالي هو ده كل تركزنا في الفترة دي إن شاء الله يا رب يكون إن شاء الله قادرين على أن نحن نعمل حاجة في البطولة واسقين جدا في بعض كلنا إن شاء الله على قلب رجل واحد إن إحنا ربنا يكرمنا ونقدم أحسن مع عندنا عشان خطر الشعب المصري وإن شاء الله يعني البطولة تكون من حظنا ويا رب يكون التوفيق معنا إن شاء الله الحمد لله بقى لنا أكثر من سنة ونص بنلعب مباراة ودية دولية مع فرق كبيرة والحمد لله النتاج بتاعتنا كلها إجابية جدا فإحنا متفقلين جدا لعيبة كلها مركزة إن شاء الله إن إحنا نعمل حاجة لمصر ومفرح جمهور مصري يعني إن إحنا نسعد الأولمبياد وبعد ذلك نحنا ناخد بطولة إن شاء الله